بر الموضوع يعني انت الفكرة كلها الرهان كالعادة ده ما طالع ده كمان مباراة التالة الرابعة يوم ستة يعني مش يوم خنسة حقيقة لما بيطلع يتكلم بيحدي في الحقيقة كده معلو سيد عحمد موسى أما كان بيتكلم برضو على مشكلة الدورة قزمة الجدول سانة اللي فاتح الجدول قال لهم يعني والقال اللي لو خسر حيرياح كده ولما راح المتخب مصر دورة رهانه ان المتخب ما ينزلش ما يتنقلش للدور التاني هو رهانه دلوقتي على ايه انت مش عايز يعني هل مشكلة تتحل ان المتخب مصر وبعض المتخبات اللي فيها لعبة النادي الاعلي ما تكملش يعني الرهان ايه وامتة يخرجوا ايه ما لو خرجوا يوم ثلاثة برضو على مسافة ويروح يوزة خلاص خلصت طبعا عايزين نحط الناس في الصور وبعدين خلي بالك ان ماتش منتيري ده هو مفتاح يوم تمانية اه طبعا يعني انت لما اكسبتوش اه مش هتكمل هتكمل على المراكز الاخيرة اه يعني المراكز الاخيرة لكن هي الفكرة يا جماعة النادي الاعلي في الاختيار الاخير للمنتخب في الغالب كروش بياخد سبعة لثمان لعيبة من لعبة النادي الاعلي من سبعة لثمانية انت متاخد منك هيبقى اوتوماتيكلي قالي ديانج مع منتخب مالي علي معلول مع منتخب تونس بدر بنون محتمل يروح المغرب اذا فيه تلات لعيبة اجانب يضاف اليهم من سبعة لثمانية محليين لعبة النادي الاعلي المصريين فبتتكلم من حداشر لاثناشر لعب من حداشر لاثناشر لعب انت لو سجلتهم في قيمتك في كاس العلم للاندي القيمة فيها تمانية وعشرين لعب هتسجل التمانية وعشرين لعب عندك حداشر اهم متشالين مع اختلاف المراكز وانه فيه لعيبة لا تعود فنيا طيب دول مع المنتخب لو المنتخب كمل انت مش هتعرف تستدعيهم خلاص لو المنتخب لو اللعبة دي اجهدت برضو وجات لك في نص الطريق لا اتمرنت معاك ولا اي حاجة والحجر والمسحة والصفر والفقاعة والحدوتة اياها طيب بعدين عمليا التصادم شديد قوي يعني حتى لو تواجدهم اجسامهم مش هيكونوا في حالتهم طبعا غني عن البيان ومحناش محتاجين تأكيد النادي الاعلي هو احرص الناس على ان هو يقوم بدوره في خدمة منتخب بلده محدش هيقدر يزايد على النادي الاعلي في المنطقة دي تاريخيا كتير جدا النادي الاعلي بيضحي علشان المنتخبات الوطنية كانت على حساب الدوري اما لعبة المنتخب الالومبي ضحى بلعبة المنتخب الالومبي ولعب مباريات وطلع احمد مجاهد رئيس الاتحاد ووجه له الشكر ان النادي حل المشكلة ووفق يلعب بدون لعبة المنتخب الالومبي وخسر النقاط في مباريات كان ممكن ما يخسرهاش لو هو مكتمل وضعت دوري ايا كانت اسبابه لكن انا بتكلم دلوقت انت حاليا حاططني انا في الخيار الصعب اللي لا يمكن الفكاك منه بتضحي بفرقتك او تفتح المجال لمزايدات مين الاهم وتسمع بعض الاسوات يا باش مهندس هو عايز الاهل عايز يغير موعيد البطولة علشانه مش الاهل اللي عايز يغير موعيد البطولة دي مش اصوات تسوصوات تسوصوات لان لحد لا الاهل يطلب كده ولا الاهل عايز كده ولا الاهل يسعده كده ولا حاجة ابدا الاهل بيقول لاتحاد الكورة حلها خش حلها اه خش حلها بدأ يا استاذ انت هو بيبقى كل همكو نتيجة عدم قدرتكو على انكم تتحطوا مكان الاهل انكم تشوفوا ازاي نفسد على الاهل يعني فرصته وفرحته وبهجة جماهيره مش هتقدروا ده كلام غريب جدا كل الهم ما بيتكلموش غير على الاهل يا استاذ ابراهيم وبيفترضوا ويتكلموا افتراض ويبنوا عليه وجهة نظر ويهاجموا امر ما شفتوش في حتة الحقيقة يعني عشان كده هي الفكرة ايه الاهل بيسعى رقم واحد انه يقدي دوله لخدمة منتخب بلده ورقم اتنين يحافظ على قوته عشان يظهر بصورة شرف كورة بلده اعتقدت بخلصانة بصرف النظر حق ايه ولا مش حق ايه حقك اروح مكتمل ولا انت غاوي ان انا اجيلك مفرهض واجيلك عشان تبس اتعد وتقول انا بكسب وبعمل لا انت خايف لالاهل يكرر انجازاته هو لالاهل خلاص ما هو دخل البطولة يعني هو متسجلة انه هو البطولة العشرة الافريقية والمرة السبعة ولا حاجة زي كده في كاس العالم الاندي فانت او التامنا يعني مش فاكر عدها انت فانت خلاص دي اتعدت يا حبيبي كونه بقى يروح يكسب ده اللي رعبه يعني ده اللي رعبه اذا كان كان بيتاري عليك لما خسرت من بير مينوك ده بير مينوك مشطط ببرشلونة مبرح وهو مش عايز حاجة من الماتش يعني برشلونة ما عرفش يعمل الاهل عمله معه في كاس العالم الاندي فللأسف الشديد خلينا في نفسنا عشان ما نعملش زي حد تاني لا شأن لنا ونبي ياريت ننسى اللي بيحصل ده لانه هو بيحصل نتيجة يعني ازمة داخلية مش حنحلها احنا لحد ومش في ادنا الحقيقة مش في ادنا لكن احنا النادي الاهلي يطالب الاتحاد الكرة انه يشيل شلته دي مش شلت النادي الاهلي ومش مفروض الاهلي هو اللي يشيل اشتركوا في القناة